لكي لا يشتبه الأمر على الناس لأن هناك من يقول أننا تكلمنا عن الإبزار وقلنا الإبزار من سابقاً في هذه ست سنوات قلنا الإبزار خطير الآن نقول إنزار جيد نحن لم نقول خطير ولم نقول جيد نحن عرفنا بمكونات الإبزار سنقول متى يكون خطير لما نتكلم عن مصابين بالسرطان وسنقول متى يكون جيد لما نتكلم عن أشخاص لعندهم بعض الأمراض التي تتعلق بالالتهابات ولكن الآن نعرف بالمادة فالناس في عجلة الناس يستعجلون الأمر لقد تنقدت ولقد قلت من قبل ولقد نعلم هذه التسجيلات الجديدة هي توتيق لكي تبقى الأشياء مع الناس أشياء القديمة كانت في إطار محاضرات وكانت مسترسلة وفي أكثر من الأسئلة والمعلومات وفي هذه الأشياء ولذلك نحن نريد أن ننظف حتى الحقل المجال الغدائي ننظف هذا الحقل ونجعل أشياء نظيفة وجيدة ويعني بسيطة يفهمها الناس يعني وهي الأشياء الأخيرة يعني اللي فيها معلومات مضققة ومعلومات لا يمكن أن يكون فيها أخذ ورد لا يمكن يعني هذه معلومات علمية معلومات مختبر يعني ليست معلومات هكذا مستقات من شبكة العنكابوتية فنتكلم في هذه الحلقة عن الزيتون المخلل نتكلمنا عن زيت الزيتون حاجة ولكن زيتون فواكه الزيتون هذه الزيتون المخلل لا يأكل هكذا ولكن مع الأسف شديد والزيتون يجب أن يستهلك مباشرة ويجب أن لا إذا أراد الناس أن يستفيدوا منه أن لا يكون مخلل وأن لا يضرب بالصودة وأن لا يزيلوا منه هذه المرارة يعني لما ذاق المر يجب أن يكون مر زيتون يجب أن يكون مر لأن كل الأشجار التي خلق الله سبحانه وتعالى تعطي فواكه حلوة كل الأشجار يعني الفواكه الجافة والفواكه الطرية يعني كل الأشجار تعطي فواكه تستهلك مباشرة حلوة جيدة إلى شجرة الزيتون تعطي فاكهة مر وهذه فيها حكمة هي في حد ذاتها فيها حكمة نستهلك الزيتون من أجل الزيت لا نستهلك الزيتون من أجل البروتينات لا نستهلك الزيتون من أجل السكرية لا نستهلك الزيتون من أجل الألياف لا نستهلك الزيتون من أجل المضاق المر وهذا المضاق المر هو البوليفينولات المكونات المضادة للأكسدة وهذه المضادة للأكسدة الموجودة في الزيتون وهي الأولوروبيين مكون الأولوروبيين يتكون من حمض الإيلينوليك زائد جزيئة غليكوز لما نخلل أو نخمر الزيتون فالباكتيريا اللبنية تأكل يعني تستهلك جزيئة الغليكوز ويبقى لنا حمض الإيلينوليك كنضيعه يضيع مع الأسف شديد فالأولوروبيين هذه جزيئة الأولوروبيين إلى حد الآن ليس هناك شركة على وجه الأرض تمكنت من تمتيلها يعني صناعتها أي شركة في العالم يعني كثير من الشركة تحاولوا أن يقوموا بتمتيل يعني بصناعة هذه الجزيئة الأولوروبيين الموجودة في الزيتون إلى حد الآن جميع المختبرة التي تعمل في هذا الحقل منهم مختبارنا نحن نستخرج الأولوروبيين من أوراق الزيتون لأننا نعملها ستندار من ضمن المكونات في الكروماتوغرافيا يعني لازم يكون عندنا ستندار يعني باش نعملوا التحليلة فنستخرجها من أوراق الزيتون الآن في المختبر لا توجد في السوق يعني لا توجد فهذا المكونات الأولوروبيين معاه مكونات تايروزول والهايدروكسي تايروزول هذه مكونات يأتون بعد الأولوروبيين لأن في طور النج زيتون الأبيض أو الأخضر هذا فيه أولوروبيين كتر من تايروزول والهايدروكسي تايروزول الزيتون أحمر في تيروزول هيدروكسي تيروزول ثم في زيتون أسود كذلك فهذه المكون الأوليو كونتال والأوليو كونتال هو القوي في الزيتون وهذه المضادة للأكسدة في الزيتون يستهلك الزيتون من أجلها فقط نعم الزيتون فيه زيت لكن يستهلك شيء بسيط من الزيتون 50 جرام من الزيتون لانش حال تعطيه 3 أو 2 جرام من الزيت أو بروتينات نعم فيه بروتينات فيه 6-8% بروتينات ولكن الكمية التي نستهلك لا تعطي بروتينات للجسم ولا نستهلك الزيتون من أجل بروتينات بروتينات موجودة في البقوليات وفي السمك وفي الحليب والبيض واللحوم ثم حتى في النشويات البروتينات موجودة في النشويات كذلك القمح وشعير ودرة فالزيتون يستهلك من أجل هذا المضاق المر إذا كانت الفواكه الأخرى تستهلك من أجل مذاقها الحلو فواكه الأخرى فيها السكريات وفيها ألياف غذائية جيدة بيكتات وفيها فيتامينات مثل فيتامين سي معروفة هي فيتامين سي وفيها حموضة الفواكه كلها حامضة حمض الماليك حمض طارتريك أشياء كثيرة الحمضيات فيها حمض سيتريك برتقال في حمض سيتريك ولكن الزيتون فيه بوليفينولات هذه المضادات للأكسادة ونستهلك الزيتون من أجل هذه البوليفينولات يعني هذا المذاق المر فإذا أزلنا هذه القوة إذا أزلنا المذاق المر من الزيتون فنحن لا نأكل شيء نحن نأكل بقايا بقايا الزيتون وليس الزيتون نأكل تبن نأكل سليلوس فهذه الأشياء يجب أن يفهمها الناس لأن الكون فيه خلقه الله سبحانه وتعالى بحكمة وهذه الحكمة فيه الأشياء مرة وأشياء مشوكة وأشياء قاهرة وأشياء لا تؤكل طازجة وأشياء تؤكل طازجة وأشياء لا يقدر عليها الناس وأشياء يتغافل عنها الناس هكذا الكون مخلوق والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بحكمة وخلقه يظن در الإنسان ماذا يعمل في هذا الكون فإذا تبعنا هذا الناموس الكوني فاستهلاك الزيتون يجب أن يكون كما هو يعني من الشجرة إلى الطبيخ أو لا يقدر عليه الناس حتى أجداد هنا كانوا يستهلكون الزيتون من الشجرة ثلاث حبات أربع حبات مع الصباح من الشجرة ولازال هناك في البوادي المغربية من يستهلكون الزيتون الأسود مع الصباح أربع خمس حبات مع الصباح من الشجرة مباشرة وهذه الأشخاص عاشوا محتكين مع الطبيعة يعني يتجاوبون مع الطبيعة يعرفون كيف يعيشون فنحن الآن لما تقدمت العلوم ووصلنا إلى الصناعات الغذائية ظهر هناك أسلوب إسباني، أمريكي، عربي، إيطالي، علي أسلوب ظهر هناك أسلوب أننا نعالج زيتون بالصودة الصودة الكوية الصودة الكوية تركيز صفر واحد نرمال يعني صفر خسيلة واحد هذه الصودة الكوية تقضي على البوليفينورات تقضي على الأوروبيين إنها أنستيبل هذه الأوروبيين في pH 14 لما يكون pH استعدل 14 هذه البوليفينورات كلها تمشي فأصبحنا هذا الزيتون نعالجه بالصودة كي نزيل هذا المذاق المر ثم نستهلك هذا الزيتون فماذا نستهلك؟ لا شيء ويعني أنا كنت ناديت منذ 15 سنة ناديت أن يستهلك الناس الزيتون كما هو وأن لا يزيلوا هذا المذاق المر لأنه كارتة في التغذية فلا نستفيد منه شيء لا نستفيد منه شيء أي شيء يصبح أقل من التبن فهذا عليين حمد لله أننا نستهلك زيت الزيتون وإلا كنا سنضيع كل شيء فهذه الحبوب الزيتون إذا كان الناس يبقونها في ماء مع الأسافية لما تبقى في الماء مع الأنزيمات ستفسد هذه الفواكه لا تبقى متماسكة هذا القوام عند هذه الحبوب والتماسك ما لا يبقى هناك أنزيمات هذه السيلولاز التي تضرب هذه الأشياء التي يعد تماسك تماسك لهذه الحبوب ثم هي تتخمج فأما إذا كان الناس يبقونها في شيء قليل من الملح وأن تبقى مرة أن تبقى فيها المذاق المرة أن يحافظ الناس على المذاق المرة يعني يختارعوا أي تقنية المهم أن يبقى المذاق المرة وحتى الزيت لما نستخرج الزيت فيجب أن تكون مرة شيئا لأن الزيت التي تحرق في الحلق هي الزيت لذات الجودة الأولى هي اللي فيها الأوليوكنطال لأن الأوليوكنطال هو اللي يعطيه هذا المذاق مر والزيتون إذا كان لادع كلما كان لادع كلما كان يعني مر يحرق في الحلق كلما كان جيد لأن الأوليوكنطال عنده خاصية أنه يحرق في الحلق أنا مع الأسف لا نستفيد من الزيتون علي زيتون فيه الفيوفيتين اللي كتجي من الكلوروفايل لما يتحلال في بعض الأشياء مثل حمض الكافيك مثل حمض الطانيك شيء قليل هكذا في سكريات كنتمشي احتل 1% في شيء من البروتينات نعم في زيوت زيوت في الزيتون يعني من عشرة على حسب الموسم وعلى حسب المناطق واش بورية واش مسقية إلى خيري يعني من 12% تمشي احتل 24% هناك أنواع الآن في بعض الدول اللي وصلت إلى 30% ولكن ما يتغرش في اللحاء عندنا يسمعوا 30% يبدلوا الأشجار لازم تبقى عندنا أشجار وعدنا غراسة جيدة وعدنا يعني اختصاصيين في الأغراس في اللاحاء ومزارعين يعني يتقنون زراعة ويعني تلقيم الزيتون والمسائلة دي عندنا مناطق كبيرة من هذا الانتاج والانتاج غراسة أشجار الزيتون يعني تضاعفت في المغرب يعني خمسة أضعاف وأكثر ناس يشتكون من التمن نعم لازم يكون تمان لأن هذا التمن ومحلي ويعيش منه مغاربة كذلك عما يكون شيء محلي غالي فهذه الأشياء تدور بيننا عما لما يكون غالي مستورد فسنؤديه بالبيترودولار سنؤديه بالذهب ليس نفس الشيء عما العملة المحلية مش هي العملة مش هي والمستورد فهذا المسائل هذه لا زال استهلاك زيت الزيتون متدني جدا في شمال إفريقيا في شمال الدول المغاربية لا زال استهلاك زيت الزيتون متدني جدا كمية استهلاك زيت الزيتون متدنية لا زالت متدنية يعني أول بلد الآن في استهلاك زيت الزيتون هو إيطاليا تبع إسبانيا اليونان كذلك يعني زيت الزيتون مرتفع كين سوريا إخوان عدنا في سوريا وفي الأردن كذلك في فلسطين استهلاك زيت الزيتون يعني مستوى جيد مصر كذلك استهلاك شوية يعني على حسب يعني السوق على حسب يعني التمن ولكن هذه إفريقيا الشمالية هي منتجة هذا تومس المغرب الجزائر هذو منتجين للزيتون منتجين لزيت الزيتون يعني منتجين قوي عندهم زيت شجرة مشمسة يعني تأخذ شمس جيد ومع الأسف استهلاك زيت الزيتون لا زال متدني يعني الناس يقول كلهم عندهم زيت الزيتون فيما نزيلهم نعم هكذا كان من قبل ولما لا كل شخص يكون عنده زيت الزيتون في منزله كل ناس يخصهم يفترون بزيت الزيتون وكل ناس يستهلكون بزيت الزيتون ويطبوخون بزيت الزيتون ويستهلكون الزيتون الناس كيشريوا زيت الزيتون وما كيشريوش حبوب الزيتون الناس لما يشريوا زيت الزيتون يشريوا حبوب الزيتون خمسين كيلو ميت كيلو يخلوها في ديورهم يعني يدعم معها ماء أو ملح يبقوا يأكلوا منها يعني يكون أحسن لا يبقوا يشريوا هذه الزيتون نعم لازم تكون سوق هناك من يهيئ الزيتون نعم جيد الآن الحمد لله أن السوق الداخلي أو لا في الزيتون البلدي عدنا زيتون مخلل بطريقة جيدة في ملح في أشياء هكذا طبعا هذه الزيتون تخضع للصناعة طبعا لأننا عدنا تقنيات لكي نهيئ هذا الزيتون فهو الاعتداء أن هناك دول يعني تلزم الصانع المغربي بعد الخصائص وبعد الخاصيات هذا اللي يسميه مانورم طبعا هذا اللي نتكلم عنه ولكن المستهلك المغربي يجب أن يقتني حبوب الزيتون وأن يقتني زيت الزيتون وأن يعود الناس لهذه الأشياء لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نضيع هذه القوة زيت الزيتون كما قلت هو هذه البوليفينولات هي أول من يستفيد منها المصابين بأمراض القلب الشرعي المصابين بالسكري المصابين بالالتهابات على مستوى الجهاز الهضمي عشال الناس اللي عدم كرون زيت الزيتون وحبوب الزيتون جيدة ولكن ما تكونش حبوب الزيتون مصبنة بالصودة تكون زيتون عادي طبيعي جيد ثم هي جيدة للأطفال الصغار الأطفال يجب أن يستهلكوا زيت الزيتون وجيدة للنساء الحوامل يجب أن يستهلكنا زيت الزيتون وهذه الأشياء هي قوية جدا وأن لما نستهلك حفنة من حبوب الزيتون في اليوم فالقوة المؤكسدة للجسم وصلت إلى هذا الذي تطلبه يعني لا داعية يعني ولا تعدنا كتر من 35 ميلي جرام من المضادة الأكسدة لا استهلكنا حفنة واستهلكنا زيت الزيتون واستدمع خضر وأشياء هكذا فتعدنا 35 ميلي جرام من مضادة الأكسدة فلا يمكن أن يصاب الجسم بخرف أو داخلي الأعضاء أو شيخوخة مبكر أو أمراض هكذا يعني تترتب عن الجذور الحرة لا يمكن لأن هذا هو المشكلة اللي وقعنا فيه لأن هناك فترة سبعينيات وثمانينيات سبعينيات على الخصوص أن الناس نزووا تماما عن استهلاك زيت الزيتون الآن الحمد لله العالم كله مش غير المغرب العالم كله كان وحد وقيتان بدأ ينسى زيت الزيتون ثم رجعوا الدول كلها الآن العالم كله رجع زيت الزيتون لأنها الزيت الوحيد الآن غير مكررة ترجمة نانسي قنقر